نفس الفكرة في رحاب الزانية ممكن نشوف برضو على السلايد في رحاب الزانية كيف تبررت قدام الله وتبررت قدام الناس رحاب تبررت قدام الله الخطوة التالية وتبررت أيضا قدام الناس تعالنا نجرى الشاهد بتاع تبريرها قدام الله لما اتجابلت مع الجسوسين في أشوعة 2 جايت لهم سمعنا فذهبت الآية قبلها سمعنا كيف يبص الرب أمامكم بحر سوف سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبقى بعض روح في إنسان بسببكم لأن الرب إلهكم هو الله في السماء وألهتنا هي على الأرض من تحت لا لا هو الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت إذن متى تبررت رحاب عندما وصل إليها خبر شق البحر الأحمر إيه دا؟ ما الإيمان بالخبر نعم سمعت وفهمت إن إله إسرائيل هو الله الحي الحقيقي وأن ألهتها كذبة فآمنت والجميل هنا يا جسيس إنه الكل سمع بس مش الكل آمن أيها لدي حرية إنسانية حرية إنسانية الإرادة طيب كيف تبررت بالأعمال؟ يا عقوب 2 يقول لنا كذلك رحاب الزنية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل الرسل وأخرجتهم في طريقة آخر إذن عندما قبلت الرسل هي دا عاما للإيمان ليه رحبت قبل الرسل؟ دول جواسيس جازفت بحياتها كمان نعم لأنها مستندة على الإيمان يا رحاب ليه بتعملي دا؟ دي أريحة محصنة والأسوار منيعة جالت لأ كل دا سيسقط اللي شق بحرصوف هيخلي كل الأسوار دي هتسقط وأريحة دي لن تكون غدا الأعمال التي تبرهن الإيمان نعم إذن كيف أتبرر قدام الله؟ دور الله النعمة دور الإنسان الإيمان ثمن تبريري دور الله عمله كفرة المسيح ثمن تبريري أنا مجانا برهن تبريري الله برهن على تبريري بقيامة المسيح أنا أبرهن على تبريري بأعمال الإيمان عشان كده الرسالة إلى كل واحد نال التبرير هل تبريرك حقيقي مبرهن بالأعمال ولا لأ؟ رح نواصل الحديث دكتور سامح حابب أسأل عن النتائج كمان شو النتائج اللي ممكن نحصل عليها من خلال التبرير لكن محب أعطي فرصة لكل مشاهد ويمكن وإنت بتسمع الكلام فعلا يقول الكتاب إذن الإيمان بالخبر والخبر بسماع كلمة الرب فعن طريق السماع الله بكلمك فخذ القرار اليوم لأنه العمل أكمل من أكثر من ألفين سنة لك التعال بالإيمان للرب يسوع ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر